في الناحية الفنية كمان لما عملت فرقة الفرقم مع أخوات والبنات الفكرة طبعا صعبة أويان هل هنا حتى أنت بترى تشوفها اجتماعيا كده احنا أخوات وهتبقى أنت وإخواتك البنات يعني والله يا سيد زوائلي كانت مش بس صعبة كانت مستحيلة تقريبا أن احنا في الآخر الجزور بتاعتنا صعيدي يعني بلدنا الغايد الوقت في المينيا في بني مزار نزلت الدليل والغايد الوقت عندي أولاد عمي وأولاد عمومتي كلهم موجودين في المية فكان صدمة بالنسبة لهم أن البنات تنزل وتغني لكن هما صراحة كان عندهم تصميم برضو وحب وتسديق بأنه ممكن أن احنا نعمل حاجة جديدة تماما ومحدش أبدا قابلنا عملها ولا حد بعدين نحيعملها فمن هنا كان تصميمهم برضو أنهم يبقوا وقفين في ظهري ومعايا وقدرنا أن احنا نسبة وجودنا لمدة 13 سنة طبعا الفرقة حققت نجاحا كبيرا يعني حتى ربما بعد كده الكليبات اللي جاءت بعد ذلك يعني كان هذا الغناء بهذا الشكل كان اكتشافا مبكرا يعني إحنا اللي حطينا القعدة إحنا اللي حطينا الموضوع إحنا حطينا الشكل وبيتطور بقى مع السنين حاجة و30 سنة دلوقتي بيتطور لكن ما كنتش بتعاني من فكرة أنه يعني عايزة تابعوه في الراجل في وسط الفرقة فلازم يحافظ على أخواته البنات وإنت أحيانا يمكن أن يبقى فيه بعض المشاكل المتعلقة بذلك طبعا حصل كتير جدا بالذات في السفر برا مصر وطبعا يعني كانت بتعالج بالدراع بحقيقة يعني مش في الظهر يعني بالدراع يعني أحيان تستخدم العنف ضد أي حد يتجاوز مع أخواتك البنات أنا كنت حساس جدا بحياتهم وزي ما بيقولوا بالإنجليزي يعني بحميهم زيادة عن اللزوم فما كنتش بسانا لغاية ما الموضوع يتطور أول ما بتلي أشم ريحة أي حاجة فيها من الكلام ده الحمد لله كان معايا ثمان إخوات بأولاد اللي هما الفرقة الموسيقية اللي أنا متربي معهم من المصبعيل ونصهم كان إيش يبيلعب مصرعة وإيش يبيلعب ملاكمة وإيش يبيلعب شيش فكانوا خير معين لي في الحكاية دي اللي كان بيتكلم كنا من هربدو طيب اعتزل معظمهن بعد ذلك يعني كان اختياراً ولا أنت يعني حاولت إنك تنقص شوية الموقف إنهم يستمروا في الفن طبعاً كان غزباً عننا كلنا لأنهم بعد ما تجوزوا مش تجوز اللي بناهم صراحة لكن الخلفة لما جابوا أول عيل أهو بيسبوء لكن لما جابوا تاني عيل وبعدين هنأمل إيه فمن هنا جاءت الوديحة حطمت فيها حاجات كتير جداً فضلت أعاني منها سنين لغاية ما قدرت أن أنا أتغلب على الصدمة اللي حصلت لي بسبب انفراط الفرقة ولكن كمان كان ابتدى التمثيل فتلهيت في التمثيل